اهلا بكم مشاهدين الكرام في كوادريغا اشعل الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب بمرسومه الذي يمنع دخول موطني سبع دول اسلامية الى البلاد اشعل جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها حول الهدف من هذا القرار هل هو لحماية البلاد من الارهاب ام انه قرار عنصري؟ المرسوم تسبب في تظاهرات واحتجاجات كبيرة شارك فيها الالاف في انحاء الولايات المتحدة وايضا في المطارات وفي دول اخرى كثيرة تظاهر الكثيرون ضد قرار ترامب كما الغى القضاة في العديد من الولايات الامريكية اجزاء من قرار ترامب كذلك انتقدته المستشارة الالمانية في مكالمة هاتفية مع الرئيس الامريكي الذي يصر على انه يريد تعزيز الامن في البلاد فهل ترامب على حق؟ وما هي المصالح الكامنة وراء هذا المرسوم؟ وما تأثيراته على الولايات المتحدة وشركائها موضوع وناقشه اليوم مع ضيوه في الستوديو؟ أرحب بداية بدكتور أحمد بدوي الباحث والمحلل السياسي ومعنا أيضا الدكتور إبراهيم محمد الخبير في شون الاقتصادية وتشاركنا الحوار الدكتورة ناجات عبدالحق الخبيرة في الشأن الأوروبي أهلا بكم جميعا وأبدأ معك ناجات ما رأيك في هذا القرار الذي اتخذه ترامب؟ ويقول أنه ليس موجها ضد المسلمين وليس موجها ضد الدول الإسلامية لأنه لا يشمل سوى سبع دول من بين عشرات الدول الإسلامية كيف تقرأين هذا القرار؟ قرار ترامب قرار إشكالي جدا لأن المسألة ليست هي بعدد الدول وما هي الدول إنما بمبدأ منع أشخاص عندهم إقامات سارية المفعول وقانونية في الولايات المتحدة من دخولها هؤلاء ليسوا مهاجرين غير شرعيين على الرغم من إعتراضي على كلمة مهاجر غير شرعي لكن هم ليسوا أشخاص نقتل الولايات المتحدة بدون أوراقهم الكاملة وبدون إذن مسبق إلى الولايات المتحدة فالقرار إشكالي جدا ولا يتعلق حسب رأيي بموضوع الأمن الداخلي في الولايات المتحدة ولكن الرئيس الأمريكي أيضا لا يريد استقبال اللاجئين أو المهاجرين بشكل عام وليس فقط من لديهم إقامات في الولايات المتحدة نعم فعلا فهنا الإشكالية أيضا أنه يمنع أو حاول منع الأشخاص الذين عندهم إقامات قانونية وهذه خطوة أولى لمنع أي شخص آخر من دخول الولايات المتحدة من الدول الإسلامية نعم لكن أعتقد أنه سيرفض دخول اللاجئين حتى من أمريكا اللاتينية ومن أماكن أخرى بناء أو تعزيز الجدار الموجود أساسا مع المكسيك هو أيضا يمنع امتداد يوجد هناك موجة هجرة ضخمة جدا من دول جنوب أمريكا وأمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة لكن الإعلام لا يتحدث عنها فهناك مسألة أخرى هو يحاول أن يواجهها لكن التركيز الآن على بعض الدول الإسلامية التركيز على الدول الإسلامية دكتور بدوي يعني كيف يحقق هذا القرار الأمن للولايات المتحدة الأمريكية ويمنع دخول إرهابيين أو متطرفين أو جهادين إسلاميين أعتقد القرار مش هدفه أنه هو يحقق الأمن للولايات المتحدة الأمريكية هذا طبعا الهدف المعلن لكن عشان نفهم أسباب القرار دوت ونحاول نحطه في سياقه لازم الأول نفهم طبيعة شخصية ترامب وطبيعة شخصية شخص مهم جدا ستيف بانن اللي هو بيشتغل مع ترامب هذه شخصية أمورية تؤمن بالحروب أعتقد أن القرار دوت لو بصينا على الدول اللي يشملها القرار هذا يعني صعب نخمن إيه اللي في دماغ في زهن ترامب والناس اللي معاه لكن لازم نقرأ على كذا مستوى على مستوى العلاقات الخارجية أعتقد دوت مش محاولة لتأمين الولايات المتحدة الأمريكية قد ما هو إعلان مستتر لما يمكن أن يكون مسارح عمليات جديدة في الحرب ضد الإرهاب ترامب لو نفتكر أثناء الحملة لما قال إحنا خسرنا كتير إن إحنا ما خدناش البترول بتاع العراق لكن أكيد هيكون في فرصة تانية الشرق الأوسط بيقعد تشكيله واضح إن فيه اتفاقات أو اتفاقات هيتم يعني الاتفاق عليها ما بين روسيا والولايات المتحدة حتى تركيا لتأسيم الكحكة في الشرق الأوسط وده هو طبعا شيء مهم جدا بالنسبة لترامب نتيجة علاقاته العجيبة اللي غير دلوقتي مش فاهمينها مع إسرائيل فهذا فيما يتعلق بالشرق الأوسط صعب جدا نخمن إيه الهدف المتوسط أو الطويل المدى للقرار دو فيه طبعا جانب تاني مهم وزي ما ستيف بانون برضو قال استراتيجيتي الأساسية إن أنا ألخبط العد القرار دو ناس كتير شايفين هو ما أكثر يعني مش أكثر من إنه بلونة اختبار لماذا المقصود بالعدو هنا؟ العدو طبعا المقصود به مش الدول الإسلامية لكن المقصود به النخبة التقليدية الحكمة في واشنطن والديمقراطيين القرار بيحاول أن هو يبين للإدارة الأمريكية الجديدة أقصى مدى ممكن توصله في إعادة تشكيل الدولة الأمريكية القضاء بيتحدوه ترامب أقال القائمة بأعمال النائب العام غير في منظومة أو في بنية المجلس الأمن القومي ففي تغييرات كتيرة جدا ترامب بيعملها لإعادة تشكيل الدولة الأمريكية من الداخل والقرار دوة يعني قنبلة دخان ممتازة جدا تبعد الأنظار عن القرارات الخطيرة اللي فعلا بيعملها ترامب لإعادة تشكيل الدولة الأمريكية وإحكام سيطرته وسيطرة الفصيل اللي بينتمي ليه الألت رايت أو اليمين البديل على السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور إبراهيم يعني وفقا لتحليل دكتور أحمد هناك أسباب عميقة لهذا القرار وليست سطحية كما يقول المنتقدوه وأنه يتخذ فقط موقفا من الإسلام والمسلمين وينفذ تعهدا انتخابيا كيف تقرأ أنت هذا القرار؟ نعم أعتقد أنه يعكس أزمة داخل النظام الأمريكي نظام السياسي الأمريكي وهذه الأزمة طبعا الآن هي في طور الخوض يعني هناك قرارات من ترامب ومستشاريه أو المقرابين منه وهناك طبعا ردود أفعال أيضا داخل المجتمع الأمري بالمناسبة أيضا ليس فقط من قبل الديمقراطيين أيضا من قبل منظمات المجتمع المدني وبالون الاختبار الذي أطلقه طبعا ستحدده طبعا التطورات القادمة لأن ترامب طبعا مع أنه طبعا ينطوي على الكثير من الأفكار العنصرية في قراراته لكن بشكل انتقائي هو لا يريد أيضا أن يضر بمصالحه ومصالح النخبة التي يمثلها والدليل على ذلك استثناء السعودية التي هي المصدر رقم واحد للإرهابيين الذين قاموا بعمليات 11 سبتمبر ودول أخرى أيضا وانتقاء دول مستضعفة باستثناء إيران طبعا إيران لديه معها عداء تاريخي أو عداء معلن منذ البداية لكن الدول التي اختارها طبعا هي دول عمليا مستضعفة ليس له علاقات اقتصادية معها لا هو ولا لولاة المتحدة الأمريكية وهذه القرارات طبعا ستتكرر بشكل انتقائي وهو طبعا يعلن شيء ويطبق شيء آخر يعني انتقاء دول بعينها دول مستضعفة كما تقول يعني هو قرار جبان حقيقة باللغة الواضحة هو قرار جبان من ترامب لأنه قال سيمنع المسلمين والآن هو اختار سبع دول طبعا ذات غالبية إسلامية وبقراره هذا طبعا هو لم ينفذ وعوده في خلال الحملة الانتخابية ولكن أليس القرار يشمل أيضا المواطنين المسيحيين من هذه الدول؟ بالطبع هو قرار عنصري بالتأكيد لا بيستسني المواطنين المسيحيين أعتقد بيدي ويفر للمسيحيين أو من أقليات متهدة يعني هو الباقي يقول حتى الآن هناك الكثير من العائلات التي تعتنق المسيحية في بيروت وفي عواصم أخرى لم تستطع الدخول إلى الاتمتحدة أو تم إرجاعها من المطارات الأمريكية ويعني الموضوع يشمل أيضا المسيحيين حسب الواقع وحسب التطبيق العملين طيب نريد أن نتابع في هذا التقرير قبل أن نواصل نقاش نجات هذه الدول السابعة التي يريد دونالد ترامب منع مواطنية من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما بهدف منع وصول إرهابيين مسلمين إلى البلاد كما يقول لماذا تم اختيار هذه الدول تحديدا؟ نتابع العراق، إيران، سوريا، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن هذه الدول يشملها مرسوم ترامب ولكن وفقا لدراسة ذات صلة لم يرتكب حتى الآن مواطنون من هذه الدول أي اعتداء على الأراضي الأمريكية في المقابل تعرضت خمس من هذه الدول السبعة التي يشملها الحظر لقصف الجيش الأمريكي هجمات اللحادي عشر من سبتمبر 2001 مثلت صدمة لأمريكا وتسببت في هستيريا أمنية مستمرة ورغم أن منفذي تلك الهجمات كانوا من السعودية ولبنان ومصر والإمارات العربية إلا أن هذه الدول الأربعة ليست على قائمة الحظر واللافت للنظر هو أن الولايات المتحدة ودونالد ترامب شخصيا يحافظان على علاقات اقتصادية مكثفة مع السعودية والإمارات ودول أخرى لا يشملها حظر الدخول فلماذا يزدري ترامب بقراره هذا العالم الإسلامي؟ نجات خمس دول من هذه الدول تدخلت فيها الولايات المتحدة عسكريا من قبل ودول أخرى تم استثنائها كما ذكر الدكتور وجاء في تقرير مصر والإمارات والسعودية لماذا؟ أنا يعني ممكن طبعا نقول أن هناك مصالح اقتصادية واضحة لترامب هي بالدرجة أولا مصالح اقتصادية التي منعته من هو يعني يريد اتخاذ قرار من هذا النوع يعني التحليلات متطابقة أنه هو بلون اختبار وهو يعني جس نبض لأودين لداخل أمريكا لكنه بنفس الوقت غير معني بمس مصالحه الاقتصادية حتى الشخصية ليس فقط مصالح الولايات المتحدة ونرى أن هذا الخط موجود ليس فقط في هذا القرار إنما في كل الإجراءات أو القرارات المراسيم التي تخذها في الأسبوع الماضي الموضوع الاقتصادي على قمة الأولويات عنده يعني موضوع البيئة موضوع البنوك موضوع العلاقة مع إيران موضوع العلاقة مع روسيا وإلى آخره فموجهة نظري هي أسباب اقتصادية أو مصالح مشتركة دكتور إبراهيم تتطفق مع ذلك يعني فقط الأسباب الاقتصادية هي التي دفعته لاستثناء دول مصر والسعودية والإمارات لا لا بالتأكيد هناك أسباب سياسية طبعا لكن أعتقد أن الموضوع بالون الاختبار طبعا هو العنصر الأكثر أهمية في هذا الموضوع هو أراد من خلال هذا الاختيار أن يرى ما هي ردود الأفعال وكيف يمكن أن يتصرف لاحقا والموضوع الآخر الموضوع الاقتصادي أعتقد أن هناك أن القرار يعكس إلى حد ما ربما تقسيم للمصالح ما بين روسيا والولايات المتحدة في الشرق الأوسط يبدو أن الخليج سيبقى من حصة الولايات المتحدة الأمريكية بينما دول شمالها القرار ستكون ربما في المستقبل ذات علاقات سياسية واقتصادية مكسفة أكثر مع روسيا يبدو أن هناك شيء من التوافق على إعادة تقسيم الشرق الأوسط بحيث يكون الحضور الروسي موجود في شمال منطقة الجزيرة شبه الجزيرة العربية والولايات المتحدة تبقى في المجال النفطي أو في دول النفطية التقليدية ولكن أليس من الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ذلك إدارة ترامب تولت وهي في طور تشكيل عضاء الفريق وتحديد سياساتها في المستقبلية لا أعتقد أن هناك تحالف تم حتى الآن أو اتفاق تم بين موسكو وواشنطن حول تقسيم هذه المصالح بالتأكيد ليس هناك اتفاق معلقي اتفاق مكتوب لكن دائما الاتفاقات تبدأ بتفاهمات نحن الآن في طور إعادة تشكيل الشرق الأوسط بدل الشرق الأوسط الجديد الذي طرحته كوينداليز الرايس سيكون لدينا الآن شرق أوسط جديد بالتأكيد الوضع اختلف الآن منذ التدخل الروسي في روسيا الشرق الأوسط الذي نعرفه تغير والتحالف أيضا الروسي التركي أيضا سيغير في وجه المنطقة هناك أيضا تقارب إيراني روسي شديد ليس فقط على الصعيد السياسي أيضا على الصعيد الاقتصادي هناك تغيرات استراتيجية ستشمل المنطقة وقد تكون جيدة على صعيد أنه لن يكون هناك قوة واحدة تنفرد في شؤون المنطقة كما هو عليه الحال حتى الآن طيب يعني قبل أن أنتقل للدكتور بدوي المصالح الاقتصادية هي أحد أسباب قرار ترامب باختيار هذه الدول ولكن هناك شركات أمريكية رؤساء ويؤيدون ترامب انتقدوا القرار باعتبار أنه يعني يهدد أيضا مصالحهم الاقتصادية نعم انتقدوا ترامب لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الكفاءات الأجنبية والكفاءات الأجنبية تشكل أحد أهم شريين عمل الشركات الأمريكية العملاقة والمتوسطة والصغيرة أمريكا بلد هجرة تعتمد على الكفاءات الأجنبية التي تستقدمها بالإغراءات المالية والقرار سيخيف الكفاءات من الدول خارج الدول التي شملها القرار يعني الهندي سيفكر جيدا الاندونيسي سيفكر جيدا المصري سيفكر جيدا فيما إذا كان سيعمل في الولايات المتحدة لاحقا لأن هناك خوف لدى الناس من أن قرارات كهذه طبعا ستكون اعتباطية وهناك أيضا أناس في كندا من مصر من المغرب يخافون حسب آخر المعلومات من الذهاب إلى الولايات المتحدة للسياحة خوفا من أن يتم إيقافهم عبر الحدود بشكل اعتباطي وبشكل عشوائي لأن السلطات الحدود أو سلطات المطارات لا تعرف التمييز أحيانا بين المواطن هذه الدولة أو تلك مؤخرا سمعت أن مواطنين من سورينام أو من سيشيل اعتقد أنهم من سوريا وتم توقيفهم في المطارات لفترات طويلة إلى أن تأكدوا أنهم ليسوا من سوريا في الأصل يعني هناك حالة من البلبلة حول هذا القرار الدكتور بدأ ويبدو أن ترامب جاد في تصريحاته في مقاله أثناء الحملة الانتخابية يريد أن تنعزل الولايات المتحدة سياسيا وأيضا تجاريا وتنكافئ على نفسها هل تتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في مرحلة عزلة في الفترة المقبلة؟ لا طبعا الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعيش في عزلة لأن ثروتها بتعتمد في المقام الأول على الفائد اللي بتاخده من العالم الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعيش في عزلة لكن اللي هيحصل الولايات المتحدة بتنتقل دلوقتي لمرحلة اللي عيشة بالبلطجة بمعنى أن هي دولة قوية وعندها مشاكل في عملية التراكم الرأسمالي عشان يعوض المشاكل دي هيبتد أن هو يفرد أمور على الدول الأخرى يفرد على الصين أن هي تنزل تتقفض من قيمة عملتها يجيب الشغل اللي بيروح للمكسيك عشان يشغل الناس الفقر المكسيكيين هيرجعوا تاني الولايات المتحدة وطبعا نرجع للشرق الأوسط واضح أن الولايات المتحدة عندها دين عام يماثل كل الناتج القومي الإجمالي بتاعها ترامب جه وعنده برنامج طموح جدا لإعادة إصلاح البنية الأساسية في الولايات المتحدة ويعيد تشكيل الاقتصاد ده يعمل عنده مشكلتين أول مشكلة أنه هيحتاج فلوس مش هيقدر أنه هو يستلف طول الوقت وتاني مشكلة طبعا أنه هي هتحطه فيه منافسة أو فيه تعارض مع الشركات الكبيرة العملاقة الأمريكية اللي بتستفيد من المناخ الليبرالي هيحل دوت عن طريق حرب ما أعتقدش أنه فيه أي حل ده اللي في منام التاريخ وده اللي هنشوفه هتتتوقع فعلا ستيف بانون قالها إما الحرب هتكون في الشرق الأوسط إما هتكون مع الصين الوضع الطبيعي أو التطور الطبيعي للحالة اللي احنا شايفينها دلوقتي حالة حرب المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها خوض حروب جديدة لأن الأكلاف ستكون عالية جدا وقد لاحظنا من خلال حرب العراق أن الحرب العراقية كلفت الولايات المتحدة مئات المليارات ولم تعطي سمار مماثلة على صعيد طموحات الأمريكية في استقلال نفط العراق أو في إقامة قواعد وما شابه ذلك الولايات المتحدة في أزمة حقيقية والولايات المتحدة طبعا ترامب لن يستطيع إعادتها قوية كما كانت من قبل يجب أن تقبل النخبة الأمريكية سواء الموجودة حاليا أو التي يريد ترامب إقامتها بأن العالم تغير وأن هناك قوة جديدة صاعدة لأن القوة الجديدة الصاعدة هي قوة اقتصادية وهي الآن تريد طبعا أيضا أن تحمي مصالحها الاقتصادية بالقوة العسكرية انظر إلى الصين مثلا ماذا تعمل هي تبني حاملات الطائرات هي تبني صواريخ البعيدات المدى والتاريخ يعلم أن الولايات المتحدة بالقوة العسكرية استطاعت الحصول على مكاسب اقتصادية كبيرة أو طمان والدول الأخرى تتعلم من ذلك وهم قدمتها الصين نجات هل تتفقيد مع الدكتور بدوي أم مع الدكتور محمد إبراين؟ إحنا لسه هنختلف أنا يعني توقعت بأن الحرب سيكون أحد الحلول التي سيألجأ إليها ترامب غير مستبعدة يعني لأن طبيعة الحرب لن تكون مثل حرب العراق طبيعة الحرب يعني الخلاف مع الصين وتصعيد الخلاف مع الصين والخلافات التي كانت قابل في بحر الصين أي أن هناك ذراع كافية لتدخل أمريكي في شرق آسيا الحرب ليست في الشرق الأوسط وإنما في شرق آسيا على الأقل على الأرجح يعني أنا أقول أن الاحتمال ممكن ووارد وأنه في شرق آسيا ستكون الحرب بن قوسين أسهل لأنه لن يقوم بإنزال قوات أمريكية يعني طريقة الحرب بعد تجربة العراق هما أيضا يعني يتعلمون من أخطائهم لن يقوم بالتدخل بالطريقة التي قاموا بالتدخل بها ولهم حلفاء يعني كوريا الجنوبية بدون رمشة عينز كما نقول ستكون من أحد حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا ولكن أنا يعني رغم ذلك كله أعتقد أنه حتى لو احتمال الحرب وارد هناك قضايا أخرى كثيرة يعني مثلا موضوع الصين موضوع روسيا موضوع العراق وشيق الأوسط بشكل عام على الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع كل هذه القضايا وأنا لا أتوقع أن تتعامل معها مرة واحدة بنفس القوة يعني الموضوع متشابك بالتأكيد والعلاقات يعني ليست واضحة حتى الآن ولكن نريد أن نعود إلى موضوع القرار الذي اتخذه ترامب هناك صمت عربي إذا هذا القرار بحظر دخول مواطنين من الدول العربية فيما انتقد سياسيون أوروبيون كثيرون قرار الرئيس الأمريكي فالمستشارة الألمانية أنجل أمريكي مثلا عبرت عن أسافها لذلك في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي واختارت كلمات أكثر أضوحا مكافحة الإرهاب التي هي ضرورية وهمة لا تبرر بأي حال الشبهات العامة ضد معطنقي ديانة معينة وفي هذه الحالة ضد أناس يعتنقون الإسلام أو أناس ضوي أصول معينة المستشارة ميركل عندما هنأت ترامب بفوزه كانت دبلوماسية في تصريحاتها ولكنها حذرت ترامب من اتخاذ سياسات عنصرية ضد موطنين على أساس الدين أو التوجه السياسي وما إلى ذلك هل نحن على طريق الصدام بين برلين وواشنطن في المرحلة المقبلة؟ طبعا لو المستشارة ميركل وحزبها كذبوا في الانتخابات التي تحدثها هنا السنة هتكون ألمانيا تقريبا هي البلد الوحيدة اللي عندها القدرة الكافية أن هي تتحدى ترامب بالذات لو أن فرنسا راحت لليمين وهولندا وبريطانيا بالفعل خرجت يعني بريطانيا دلوقتي بتعيد موضعة نفسها بحيث تكون مع الولايات المتحدة ضد أوروبا في حالة أي صراع اقتصادي محتمل ألمانيا هيكون موقفها صعب محاطة بروسيا ومحاطة بشخصية عدائية جدا زي ترامب وابتدى بالفعل يعني زي ما بتقول في مصري يلقح كلام على ألمانيا واليورو وأن ألمانيا بتستخدم الاتحاد الأوروبي لمصلحتها محاطة من الشرق ببولندا والمجر بلاد فيها نزعة سلطوية عالية جدا ومن الجنوب بأسبانيا واليونان وإيطاليا كل هذه البلاد عندها عداء تاريخ الألمانيا فالوضع بالنسبة لألمانيا هيكون وضع حرك جدا 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 في المرحلة اللي جاية وده طبعا يعني شيء يخلينا كلنا نفكر يعني طبعا سخرية التاريخ وسخرية القدر إن إزاي الأمور يعني تبدلت من السلسينات لغاية دلوقتي إن في السلسينات أمريكا هي كانت بتدافع عن العالم الحر وألمانيا هي الشخص الشرير النازي دلوقتي الوضع تغير تماما ألمانيا من الدول اللي يمكن الوحيدة في العالم اللي اتعلمت شيء من تاريخها وأنا أعتقد إن فعلا ألمانيا هيكون لها دور مهم جدا جدا في المرحلة اللي جاية لمكافحة هذا المد الشعبوي اللي بيكتاح العالم كله وبس نقطة سريعة بخصوص الحروب باقتصار باقتصار جدا يعني الولايات المتحدة مش هتجازف إن هي تخش في حرب مع الصين لكن الحروب هتكون حروب استعمارية وهذه حروب مربحة جدا فيه فاقت كبير جدا موجود دلوقتي عند دول الخليج الفاقت ده هو طبعا الأفضل إن هو يروح للولايات المتحدة الأمريكية لدفع كلفة الحروب اللي هتحصل هناك وشايفين دلوقتي إن فيه محور جديد بيتشكل في الشرق الأوسط أساسه إسرائيل ومصر والسعودية والمحور ده أعتقد إن هو مش بيتشكل من فراغ فيه هيكون صراع كبير ما بين الجانب الشيعي والجانب السني أو على الأقل يعني هذا هو هيكون العنوان لكن الصراع طبعا يكون على المصادر الصروة وطبعا إسرائيل دورها مهم جدا لغاية دلوقتي دور إسرائيل مش واضح بتلعب من وراء السطار فأعتقد بدري جدا كل دي طبعا تخمينات بدري جدا إن إحنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده كمان سنة أو سنتين بنت أكيد بس ممكن معدك بس حموضات ميركل يعني أنا أخشى أن المستشارة ميركل وحكوماتها في حال نجحت بالانتخابات وليست على مستوى مواجهة التحديات الجديدة صحيح لأنها الحقيقة تمارس سياسة خجولة جدا وسياسة الابتعاد عن مواجهة المخاطر الناشئة ولكن أليست ميركل تتمتع ببراجماتية شديدة يعني مثلا الآن فيما يتعلق بقرار ترامب يعني هي أرسلت وزيع خرجياتها إلى ألمانيا فاستشارها السياسي إلى هنا إلى واشنطن حصلت على استثناء أمريكي للمواطنين الألمان من هذا القرار الذين يحملونها جنسية مزدوجة يعني هي لا يكفي هذا لا يكفي هذا لا يكفي لأن ترامب بالفعل خطر يعني على الأمن أو السلام أو أسس السلام القائمة داخل المعسكر الغربي ودوره في العالم الآن هو يريد أن يغير هذا الدور على أساس أن تدفع ألمانيا والدول الأوروبية والخليج أموال أكثر مقابل هذا الدور يعني تحديث الجيش الأمريكي وتحديث البنية التحدي على الأرجح بأموال أوروبية وخليجية السؤال هو هل يكفي هذا لضمان الأمن الأوروبي مستقبلا لا يكفي ألمانيا للأسف لديها الآن يعني السمعة أيضا ليست جيدة داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الهيمنة الاقتصادية الألمانية وبسبب الحقيقة الدور الذي لعبته ميركل في الأزمة المالية اليونانية والبرتغالية الآخرة تتهم ألمانيا بأنها تريد الهيمنة وتريد أن تملي كيفية حل الأزمات الاقتصادية نحن بحاجة إلى حكومة ألمانية تعيد النظر في السياسات الاقتصادية بحيث يكون هناك نوع من التعادل في الأفضل يعني في التوازن في المصالح المتبادلة بين ألمانيا ودول الاتحاد الأخرى ودور ألماني يطمئن الآخرين الأوروبيين كي تلعب أوروبا دور سياسي أقوى على أساس طبعا تأسيس قوة أوروبية عسكرية مستقبلية تحمل مصالح الأوروبية مقابل القوى العظمى الأخرى يعني أليست هذه من قبيل هذه أحلام يعني أن يتوحد الأوروبيون هناك مطالب أوروبية بالفعل أن يكون هناك موقف أوروبي موحد الآن في مواجهة ترامب وسياسيات المتوقعة تتوقعين أن تقود ألمانيا الاتحاد الأوروبي الآن إلى أعتقد أن لا حل أمام ألمانيا إلا أن تقول الاتحاد الأوروبي إذا فعلا كانوا يريدون أن يواجهوا ترامب وعندما نراقب تصريحات دونالد توسك وهو رئيس المجلس الأوروبي والذي هو بولندي الأصل ومحافظ وليس من أصدقاء ألمانيا بشكل عام يعني دونالد توسك يعني ممكن أن نقرأ على فكرة التحركات الاتحاد الأوروبي ربما هنا للمشاهد فقط دونالد توسك أرسل رسالة نعم رسالة مفتوحة حادة جدا وشديدة اللهجة يحذر منها من سياسات ترامب ولكن عندما نرى تحالفات الاتحاد الأوروبي موراء الكواليس في قضية الطاقة وفي قضية اللاجئين ممكن أن نقرأ كيف يمكن أن تنشأ تحالفات يعني ضد ألمانيا ولكن مع أنه توسك لم يكن من مريدي ميركل أبدا الآن أخذ اتجاه آخر لأنه برضو موضوع البريكزيت يؤثر بشكل كبير على أوروبا فأنا أرى أنه لا مفر حتى لو لم يكونوا يحبوا ألمانيا من التمترس خلف ألمانيا توسك هو موظف بيروقراطي لا حول له ولا قوة يعني لن يؤثر على سير السياسات الأوروبية السؤال المطروح هو دور ألمانيا ألمانيا بحاجة إلى تغيير سياساتها الاقتصادية تجاه الآخر الأوروبيين وكي تحصل على ثقة متزايدة يتم على أساسها بناء تحالفات سياسية أقوى أنا أشك أن هناك قدرة على بناء أي تحالفات سياسية داخل أوروبا هذا البيت الأوروبي اللي هينهار من حواليها والحقيقة يعني ما عنديش أي تخيل مين في ألمانيا عنده القدرة أو الحنكة السياسية أو الثقافة السياسية أنه يقدر يتعامل مع موقف زي ده بالطريقة يعني الفعالة بعيدة عن البرجماتية والسياسة التقليدية بتاعت ألمانيا منذ الحرب العالمية التانية سياسة خجولة فعلا زي ما حضرتك قلت وتنجح للسلمية وهكذا فأنا فعلا يعني متشوق جدا خلال السنة أو سنتين اللي جايين نشوف الوضع حوالي ألمانيا هيكون إزاي أعتقد هيكون يعني بالنسبة للباحثين والأكاديميين هيكون شيء مثير جدا إن إحنا نبص عليه ونحاول نفهم فعلا إيه اللي هيحصل حوالي ألمانيا في المحلة القادمة هذا السيناريو مطروح جدا يعني واق يعني جدا معقول جدا هذا السيناريو مخيف طبعا سيعني تفتت الاتحاد الأوروبي والعودة إلى الدول القومية والدول الشوفينية ربما وهذا طبعا هذا ما يريده ترامب في الحقيقة هذا ما يريده ترامب وما يريده بوتين وترامب سحرد مثلا عندما نرى التوقعات حول السفير الأمريكي الجديد في بروكسل تيد مولوك هو الآن يدرس في بريطانيا هو من مؤيدين لبريكزيت هو من معارضين الاتحاد الأوروبي هو يتوقع بانهيار اليورو هو يسخر من تعامل أوروبا مع بريطانيا هو يدعو الدول على التمرد على الاتحاد الأوروبي هو ينتقد البيروقراطية الأوروبية معه حق وهو أيضا يقول أن الاتحاد الأوروبي مؤسسة غير ديمقراطية لأن الديمقراطية موجودة في الدول ولكن ليس في بروكسل وهناك نقاش كبير حول إمكانية أن يكون هذا الرجل هو السفير الأمريكي في بروكسل الذي يريد نسو الاتحاد الأوروبي وقال في أحد المقابلات لقد كنت في منصب دبلوماسي عندما نهار المعسكر الشرقي ولا منع عندي أن أكون في منصب دبلوماسي عند نهار اتحاد آخر يعني تقريبا تحديدات باتجاه أوروبا وبروكسل فالإشارات غير مطمئنة أبدا بالتأكيد إشارات غير مطمئنة وهناك تحديدات صريحة بحرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي يعني عندما يفشل الاتفاق حول اتفاقية التجارة الحرة وعندما يهدد ترامب بفرض جمارك وسياسات حماية تجارية وقتصادية كيف تتوقع أنت السيناريو المقبل في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ يعني إذا الرئيس ترامب نفذ تهديداته بفرض يعني عقوبات جمركية على المنتجات الأوروبية أو منتجات الشركات الأوروبية خارج الولايات المتحدة التي تتصدر إلى السوق الأمريكية فالقرار لن يمر دون إجراءات أوروبية مماثلة أو أتوقع ذلك على الأقل وطبعا سيتكون الأضرار التي تلحق بالولايات المتحدة ليست أقل من الأضرار التي تلحق بالاتحاد الأوروبي حسب هيعملها إزاي؟ يعني دلوقتي إحنا شايفين Volkswagen و Deutsche Bank نعم قرارات من القضاء الأمريكي بتغرمهم مليارات من الدولارات بطريقة غير مسبوقة هذا أعتقد نوع من أنواع طبعا ما أعتقدش أن هي تكون فرد ولكن هذه العقوبات في عهد أوباما أيضا كانت نعم طبعا لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة ترامب مش طفرة غير متوقعة في تطور في السياسة الأمريكية من وقت أوباما وقبله كلينتون وريجان وبوش هذه طبيعة الدول وحركة التاريخ نفسها في دلوقتي فعلا زي ما حصل قبل الحرب العالمية الأولى في رغبة من كل الدول أن هي تحافظ على مصالحها الرأسمالية والاقتصادية نتيجة ظهور مراكز أخرى كتير في العالم زي الصين وزي الهند في رغبة في نوع جديد من الاستعمار وده هيخلي الدول تستخدم كل ما لديها من قوة عشان تزود حصتها سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية من التجارة العالمية أعتقد ده السياق اللي احنا فيه دلوقتي وسواء ترامب أو غيره أعتقد أي حد كان في مكان ترامب كان يتصرف بنفس الطريقة هناك من يقول أنه يحاول أن يمارس سياسة فرق تسود وأن يقوم بإبرام اتفاقيات تجارية في المستقبل مع كل دولة أوروبية على حدة شكل ثنائي شكل ثنائي هل هذا صحيح؟ نعم لكن هذا لن يحل المشكلة الأمريكا لأن الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لديها عجز تجاري بحدود 700 مليار بين 700 إلى 800 مليار سنويا ولديها لواحد مع الصين 450 مليار سنويا هذا العجز التجاري طبعا يعكس تراجع أيضا قدرة الإقصاد الأمريكي على الصادرات الآن يريد ترامب أن يحمي أن يتبع سياسات حماية لكي يعيد إنعاش صناعات تراجع دورها مثل صناعة السيارات، صناعة الحديد والصلب وطبعا الآن الأمر مشكوك لأن طبعا عادة إحياء هذه الصناعات الحقيقة يتم من حوالي 20 سنة عندما بدأت أيضا حروب الحديد والصلب مع الاتحاد الأوروبي آنذاك أو قبل نشوء الاتحاد الأوروبي ولم ينجح تنجح الولايات المتحدة في الحفاظ على هذه الصناعات الإنتاج الجيد والأنسى بسعران سيفرض نفسه في السوق سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر سياسة ترامب تقوم على أفكار وهذه الأفكار حقيقة ليست واضحة ضبابية والتطبيق سيظهر إلى أي مدى ما هي القطاعات التي ستشملها هذه الأفكار نقطة في غاية الأهمية تطبيق هذه الأفكار هل يمكن أن يتم هو الحزب الجمهوري عادة جمهوريون يتبنون سياسات لبرالية في العادة هذه الأفكار التي أتي بها ترامب هي غريبة حتى على جمهوريين وعلى قطاعات كبيرة في النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة كيف سيتمكن من تطبيق هذه الأفكار؟ أعتقد أنه سيفشل في تطبيقها لأنه مثلا عندما نأخذ فقط الصناعات في أمريكا المستهلك الأمريكي مقارنة مع المستهلك الأوروبي معتاد على البضائع السريعة الرخيصة نسبياً ونسبة الاستهلاك عالي ونسبة ما يسمى بالتغيير السيارات وتغيير الملابس وتغيير البيوت وإلى آخره عالي جداً وهذا ما تعود عليه الموطن في أمريكا والآن عندما يكون الثمن أنه سيدفع أكثر في سيارته أو سيدفع أكثر في الملابس التي يرتديها لأنها لن تأتي من الصين ولن تأتي من المكسيك ولكنها ستأتي من داخل الولايات المتحدة سيرفض المستهلك ذلك وممكن أن يؤدي إلى كسات في داخل السوق الأمريكية وبذلك أنا برأيي أن الأفكار سطحية جداً بعد السياسات الليبرالية عبر أربع عقود على الأقل أربع عقود على الأقل في داخل الولايات المتحدة يعني السياسات الأمريكية نفسها أوقفت صناعة السيارات في ديترويد وليس فولكسفاجن وبيل مداب طبعاً نحن لا ننسى موضوع مهم جداً على الأرجح هو موضوع السوق الأمريكية الداخلية الولايات المتحدة لديها 300 مليون مستهلك طبعاً هناك إمكانية لإقامة سوق حماية وإنعاش صناعات وزراعات لكن ستكون أغلى لكن نعم ستكون أغلى لكن ممكن تغيير عادات الاستهلاك طبعاً لكن السؤال هو هل ستكون المنافع التي ستحصل على الولايات المتحدة أكثر من المضار التي ستحصل على نتيجة هذه السياسة الحماية أم العكس هذا هو طبعاً السؤال الجوهري معنى ضرور أن ننبه أن الولايات المتحدة لم تتنازل أبداً بشكل مطلق عن السياسات الحماية إنما كان دائماً هناك فقرات مخفية في الاتفاقيات التجارة يعني ممكن أن أذكر بعض الأمثلة لكن هناك دائماً فقرات مخفية في اتفاقيات التجارة لضمان مصلحة المزارع الأمريكي والمنتج الأمريكي ومثلاً الصناعات الألمانية التي تدخل أولايات المتحدة هي غالية جداً لأن يفرد عليها جمارك وليس جمارك عقوبية يعني حتى السيارات فأيضاً أنه لم تكن أولايات المتحدة بيوم ما مع أنها تنادي بالتجارة الحرة لكن تنادي التجارة الحرة لمصلحتها ولكنها لم تفتح أبوابها للدول الأخرى مثل ما تطالب الدول الأخرى بفتح أبوابها يعني هما لم يتنازلوا بشكل مطلق عن الحماية لكن الآن درجة الحماية ستزيد وأنا أؤيد دكتور إبن رهيم أنه السؤال ما هي المنافع وما هي المدار التي ستكلف الاقتصاد والسوق الأمريكي والمساعدة الأمريكي طبعاً هي كانت الأمريكي تفتح أسواقها طبعاً لشركاء مثل كندا مثل المكسيك إلى حد ما الاتحاد الأوروبية كانت هي اتفاقات لكن بالفعل هي سياسات انفتاح انتقائية وتشيد الحواجد طبعاً إذا الدول النامية والصاعدة التي ليس لديها اتفاقات سنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية العولمة بشكل عام لكن العولمة بشكل عام يعني انعكست على الولايات المتحدة على صعيد الميزان التجاري طبعاً مش على كل شيء على صعيد الميزان بشكل سلبي بحيث أن الولايات المتحدة تستورد كثير أكثر مما تصدر وهي نفسها التي كانت تنادي بالعولمة وتحارب من أجلها أصلاً والآن هي تدفع سمن هذا الانفتاح يعني هذه نقطة في غاية الهمية بالتأكيد ولكن الوقت يدهمنا أريد أن أطرح عليك سؤال دكتور بادوي هناك حركة احتجاج بدأت في الولايات المتحدة الآن على قرارات ترامب منذ أن تولى السلطة وقرارات المثيرة للجدل التتوالى يعني الجدار مع المكسيك وهذا القرار منع وغيره هل تتوقع أن تكون هناك أي نوع من المقاومة داخل الولايات المتحدة لإدارة الرئيس ترامب مقاومة شعبية سياسية قانونية في الفترة المقبلة؟ طبعاً هيكون في مقاومة من على كل المستويات لكن في الآخر أعتقد النتيجة هيتم حسمها عن طريق شيء عن طريق قدرة الدولة والدستور الأمريكي أن هم فعلاً يتمكنوا من مكافحة هذا المد اللي جاي من جزء من النظام السياسي الأمريكي الجزء الخاص بالإدارة أنت تعرف نظام الفصل بين السلطات هذا الفصل بين السلطات ابتدى يتلاشى وترامب هيحاول أن هو يخليه تلاشى أكتر نتيجة الفشل المحتمل لترامب في سياساته الاقتصادية وحتى لو نجح هيكون نجاحه دوت عامل فشل لأنه مستحيل ينجح أنه يرجع الصناعات تاني بطريقة تنافسية غير لو اعتمد على الاتوميشن الكمبيوترز وده هيخلق بطالة أكتر وهيخلي شعب نفسه اللي انتخب ترامب هيقلب عليه مفيش حل الدوت غير أنه هو يزود من جرعة السلطوية ويعمل حروب برا البلاد هما دول الحلين للوضع دوت وده هيؤدي أن الإدارة هتحاول أن هي تزود من جرعة السلطوية وطبعا هيكون فيه صراع وتحدي ورفض والغاية دلوقتي الأمريكا دلوقتي مش زي ألمانيا في الثلاثينات الأمريكا دولة عندها سياسات مؤسسات ديمقراطية عريقة والمجتمع المدني قوي والقانون هو هيحاول يقوضها لكن هما كمان مش هيسكتوا ويكون صراع مثير جدا خلال السنوات القضائمة نعم السيناريو أيضا المطروح أيضا أن ترامب قد لا ينهي ولاياته بشكل يعني ممكن كيف سيجب ألا نعاول على هذا يعني إذا ترامب استمر في اتباع هذه السياسات الأعطباطية اللي تقوم على تويتر وعلى طبعا ردود الأفعال المباشرة دون دراسة دون مستشارين دون الأخري سيتشكل جبهة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني طبعا إضافة إلى النواب الديمقراطيين وقسم من نواب الحزب أبو جمهوري وقد يشكل هؤلاء طبعا يرى هؤلاء بأن عز الرئيس أصبح ضروريا إذا رأوا في ذلك مصلحة أو تهديد للأمن القادم الأمريكي شيء يحصل غير لما يكمل وظيفته التاريخية وظيفته التاريخية دلوقتي إعادة الصروة للولايات المتحدة الأمريكية فرض هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة على العالم ودي وظيفة تاريخية لترامب والألترايت وممكن يتم التخلص منه بس بعد ما يكمل وظيفته التاريخية بقيت لديه دقيقة واحدة بالإضافة إلى ذلك أنه عنده صلاحيات عالية جدا يعني لجب أن يعود إلى الكونغرس بكل قراراته والمراسيم التي تم الإعلانات الأسبوع الماضي هي أحد هذه الأساليب الرأساء السابقين لم يستهلكوا قدرتهم أو سلطتهم في أخذ المراسيم مثلما فعل ترامب فأنا لا أتوقع أن لا ينهي سلطتهم يعني واضح أن الصورة لا تزال طبابية لا نعلم كيف ستسير الأمور شكرا لكم على هذا الحضور وهذا النقاش المثمر نجات دكتور بدوي دكتور إبراهيم مشاهدينا في كل مكان نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في حلقة جديدة من قديقة الأسبوع المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر